مبروك 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 عليكم يا شعب مصر مبروك مبروك يا أهل الهرب وبنينة نصر يا اسم غاني يا سعودية أصعرنا كلها حمية سرونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية السعودية 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 وزي كل مرة بنقعد محتار والوحيد اللي بيخلينا ننسى الحيرة لجوانا وبننسى الأفكار الكتيرة اللي بتجلنا أول ما نشوف حلقتنا أرحب بأستاذ خميس الباشا مدير عام الشركة السعودية أهلا بك يا أستاذ محمد وأهلا بكل عملاء الشركة السعودية عروض جديدة عروض مميزة أسعار حقيقية منتجات مفيش أحلى من كده تابعوا حلقتنا للنهاية الحقيقة عندنا مجموعة كبيرة جدا من المفاجآت سعود خميس حلقتنا نهاردة غريبة وأنا قبل المبدأ الحلقة احطرنا نسميها نسميها الحاف ولا نسميها بطنية ولا نسميها بطنية والحاف ولا الحاف وبطنية ولا بطنية والحاف احطرنا أنت الوحيد اللي دايماً بتجوبنا على السؤال ده النهاردة احنا بنقدم لكل عملاء الشركة السعودية عرض اللحاف بطنية اللحاف بطنية جماعة هو اللي انتو بتشوفوه قدامكم ده ناس تقول بطنية زي محمد ما بيقول ناس تقول لحاف اللي احنا عملنا النهاردة هو عملية دمج عملية ميكس بين الاتنين العرض اللي بنقدمه وش لحاف وش بطنية يعني اللي انت بتشوفه قدامنا ده مرسوم كده قدام مننا ده كده ايه ده كده بطنية المفروض ده كده بطنية لو قلبت من ناحية التانية بالشكل ده هتلاقي لحاف العرض اللحاف والبطنية اللي حضرتكم شايفينهم معنا دول الموضوع كله عبارة عن ايه عبارة عن راء بطنية وراء لحاف وبينهم فيبر فده بيخلي البطنية عندنا دسمة جدا بيخلي البطنية عندنا تقيلة جدا بص يا جماعة احنا اولا بنستخدم في اللحاف العادي بنستخدم فيه فيبر الفايبر يا أستاذ محمد نوعين نوع فيبر قطع وفايبر رول الفايبر القطع عبارة عن قطع صغيرة بتتحطي جنب بعضها مجرد من المنتج ده الفايبر القطع يخش الغسالة يبقى فيه مشكلة كبيرة تلاقي لحاف بقى قطع واحدة بالله في الجناب عامل كالكع على طول النهاردة الفايبر اللي احنا بنستخدمه هو فيبر من انتاج مصانع الشركة السعودية ده فيبر رول كامل كطع واحدة كطع واحدة فراجنا بقى نتفرج ونشوف الموضوع يمشي ازاي خلينا نشوف ديه البطنية بتاعتنا جماعة والضهر حنا قولنا الضهر ايه لحاف هننزل دي كده الاول ونبدأ نشوف دي قطعة الفايبر اللي هي المتماسكة اللي هي رول واحد زي ما حضراتكم شايفين ده كده رول كله قطعة واحدة هو بعد ما نجيب الرول بنجيب الكيس بتاع القماش بالزبط كده طب وريني الكيس القماش الكيس القماش مثلا احنا بيبقى اه ده مثلا عندنا القماش بيبقى بالشكل ده بنجيب القماش بالشكل دوت وبنحطه على الرول وبنبدأ ان احنا نعمل عملية الخياطة الكابوتونية اللي هي دي لو انتوا واخدين بالكوا الكابوتونية اللي ماشي ده بيمشي تقريبا على كل حتة في اللحاف فبيثبت اللحاف مع الفايبر في القطعة واحدة بعد كده بيتكون عندنا الشكل النهائي اللي حضراتكم شايفينه ده انت صنعت اللحاف اهو مقام بسرعة هو هو كده كده بقى موجود عندنا لحاف كامل متكامل اللحاف اللي انتوا بتشوفوه قدامكم ده جواه فايبر اللي احنا نسا مورينه هو القطعة واحدة الرول ودي الكابوتونية ماشي عليه خطوة خطوة كده خلاص بقى لحاف كامل ده اللي احنا مشهورين به واللي حاز على اعجاب ناس كتيرة جدا في الشركة الصادية انت عملت ايه بقى يعني انت برضو كنت معجب بعرض البطانية مزبوط بكده عدت تفكر كالمعتاد اعمل ايه عشان اخلي اللي اتنين مع بعض روحنا جبنا البطانية وعملنا نفس الفكرة دي وحطينا من الرأده بطانية عزان مشهدين يلا بينا نطلع فاصل تعالوا نشوف السعر هيبقى كامل اتصلوا الان على 33-85-85-85 للحصول على البطانية اللحاف بسعر 200 جنيه فقط والان اشتري اتنين بطانية الحاف بسعر 359 جنيه فقط لكل اتنين بطانية فيبر كلنا بعد معرفنا السعر تخضين وكلنا بعد معرفنا كمان ان احنا ناخدنا عرض هناخد خصم كبير غير الخصم الكبير الاولان انا شخصيا واحد من الناس شفت العرض واستغربت جدا سيد خميسي الباشي حادي سألك سؤال محايرني جاتلك من ايه الفكرة الغريبة والعجيبة دي الحقيقة الفكرة دي جاتلي لما لقيت عمل اكتيرة جدا بتدور على البطاطين اللي وزنها تقين وعمل اكتيرة جدا بتفضل اللحاف اكتر من البطانية فقلنا طيب هنعمل حاجة كويسة قوي قلت لازم ادمج اللي اتنين مع بعض النهاردة ما تقدرش تجيب بطانية بالوزن ده لان البطانية بقى فيها الحاف وبقى فيها فيبر وبقت تتغسل وبقت تخش الغسالة بقت حاجة ركية جدا ده كان منبع الفكرة الحقيقة ده كان صعب لكن التنفيذ لما جينا نفذنا الفكرة يا جماعة العرض ده مش موجود يا استاذ محمد غير عند الشركة السعودية ده السؤال اللي انا كان محيار نعزلولك طب احنا كالشركة السعودية ازاي نيجيب بطانية والحاف فيبر ورول مش قطع وبخامات الحمد لله خامات على مية عش انت بتقول باش الغسيل والكالكاء والحاجات دي وكمان تديهم سعروا عرض احب اقول لحضراتكم ان المنتج ده عشان يوضر يوصل لحضراتكم بالسعر ده المنتج ده من مصنعنا مباشرة يعني دي مصانع الشركة السعودية هي اللي قدمت المنتج ده عشان كده قدرنا نوصل مع حضراتكم للسعر ده اوه هتقول بطانية بس واوه هتقول لحاف بس لكن قول طب لحاف بطانية بطانية لحافة تفرق معك لا متفرقش معك عزال مشاهدين كتير من الناس قاعد محتار على فكرة انا راح ازايكم محتار هاخد اللون ده ولا اللون ده ولا اللون ده لو احنا بصينا في ناس دبعا كل البيوت بتستخدم اللحاف وكل البيوت بتستخدم البطانية لكن تحديدا يا جماعة تجهيزات العرائس بيجيبوا بطانيتين ويجيبوا الحافين او يجيبوا ثلاث بطانيات ويجيبوا ثلاث لحافات النهار ده نقدر نجيب بمنتهى سهولة اتنين بطانية لحاف يبقى قدينا الغرض وبقى عندنا كل الحاجات وبدل ما انت تجهز هل عاجز ما ازوفر عليك حاجة عشان انت بتتكلم بحماز جامد جدا انا عايز اتكلم زيك بحماس برضو الشركة السعودية عملت حاجة غريبة اوي قصرة القعدة يعني كل الشركات وكل الشركات زي الفلو على راسنا واخواتنا وحبيبنا بس اعز اقول حاجة مهمة تلاقي كل الشركات صيف انزل بمراوح شتا اجبس بدفهات احنا عملنا حاجة غريبة اوي صيف شتا شغالين لحاف وبطانية هل عشان العرض ولا الجودة ولا المناسبات يعني احنا بنتعمل مع عميلة على انهي الحقيقة محمد سؤالك مهم للغاية عملاء الشركة السعودية لازم تعرفوا ان العرض ده في التوقيت ده بالسعر ده بس لكن انا طبعا مجرد ما بيخوش السيزون بتاع الشتا بيبع عندنا ضغط جامد جدا لا بيبع عندنا ضغط جامد في المصنع فالسعر هيختلف يلا كهلمونا حالا على تلاتة وتلاتين خمسة وتمانين خمسة وتمانين خمسة وتمانين والشركة السعودية صف في اوكازيون شتا في اوكازيون خريف في اوكازيون ربيع في اوكازيون. طب انا دلوقتي هجيبلي العرايس. كويس. الشنطة ايه? والتغليف ايه? والحكاية. دايما يا جماعة احنا بنشوف العرايس دايما يحبوا الحاجة. والعربيات والتغليفها كويس. خلينا نقول على حاجة. انا مثلا هيجيلي المنتج النهاردة بالشكل ده. احنا طبعا عاملين عارض. انا ما تتكلم. النفخة دي كلها ده البطنية والحافة. ده البطنية هتتقطعم الكيس هتقطعم. عشان هي كبيرة الحقيقة جدا ووزناها تقيل جدا. بس انا عايز افرج عملاء الكرام. طبعا الناس اللي هيطلبوا اتنين. هيطلبوا عرض الاثنين. هيجيلهم اتنين شنطتين. زي دول كده. طيب لو انا ما اتكلم على المنتج المعروض قدامي ده. في مسلا حد عايز حاجة مسلا تجهيزات على ايه. وده ببنفسيجي ولا اتركوز ولا بيقولو ايه? ده موف. موف. انا بقول اولو مش موجود. لا موف. لما اجا شوف الظهر? هلاقي الظهر ايه? اه. ماتشينج ده. بالزبط. ده الشغل كويس. بالزبط كبه. يلا كلمونا حالنا على 33 85 85 85. 85 ولسه الاكازيون ولسه العرض ولسه المفاجآت. بطنية والحاف في الحاف بطنية ولا الليتين مع بعض ولا بطنية في الحاف احنا مش مسمين. بس الاتوش اللي يقول يا بطنية والحاف يا الحاف في بطنية تعال اطلع انا اشوف السعر التاني عشان كل الناس عمال اتفكر يا اتصلوا الآن على 33-85-85-85 للحصول على البطانية اللحاف بسعر 200 جنيه فقط والآن اشتري 2 بطانية الحاف بسعر 359 جنيه فقط لكل 2 بطانية فيبر رجعنا بعد السعر انا مش لاقي كلام اقوله في سؤال بس محيرني الاستاذ خميش لازم اقوله حالة انه حضراتكم بتمشاهدين عليه لما بنقول حلقة اللحاف قلنا بيتغسل وبيخش الغسالة ولما بتبهدش وما بيكالكعش طب لما حطينا عليه البطانية هل برضه هيتغسل ويخش الغسالة ولو اللحاف بيكالكعش ولو لم تبهدش ولا الموضوع طبع هو بس قصة يخش الغسالة الحقيقة هيبقى محتاج غسالة كبيرة لكن ممكن يغسلوه في البنيو او غسلوه في الدراي كلين لكنه بتغسل وزن الحاف حاجة جميلة قوي الشنطة اللي بيتقدم لك فيها المنتج حاجة رقية جدا 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 السعر مفيش بعد كده المنتج ده ساز محمد حصريا للشركة السعودية يلا ما استنين تلفناتك بسرعة على عرضنا المميز جدا ساز خميس الباشر انا شاكل ليك وشاكل وجودك معنا وشاكل على افكارك الكويسة جدا اشكرك يا ساز محمد واشكر كل عملاء الشركة السعودية على ثقاتكم الغالية في منتجاتنا مع وعد بمزيد من المنتجات والافكار والاسعار حاجة مش طبيعية اللي بتقدمه الشركة السعودية شكرا لحضراتكم شكرا ليك يا ساز محمد زي كل مرة مش لاقي كلام اقوله في الحلقة بقول لكم لسه الاوكازينا هو ولسه الحرد ولسه المفاجآت ولسه العروض ولسه الاسعار التحرين لحف بطنية بطنية والحاف لحف بطنية للحصول على البطنية اللحاف بسعر 200 جنيه فقط والان اشتري 2 بطنية الحاف بسعر 359 جنيه فقط لكل 2 بطنية فيبر مبروك 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 عليكم يا شعب مصر مبروك مبروك يا أهل الهرب ومدينة نصر يا اسمي غاني يا سعودية أصارنا كلها حمية ترونة بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية من السعودية 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 السعودية